السلام عليكم الأخوات كنتمنى تكونوا باخير والاخير وصيحة جيدة إن شاء الله رمضان كريم يتخل عليكم الصحة ولهنا يا ربي اليوم غدي نشارك معكم هاد العاصير المنعيش لكل فوائد وإن شاء الله غدي يجبكم فقط تبعوا لفيديو بالنسبة لهاد العاصير اللي غاد شارك معاكم هو متكون من ثلاثة العناصير عندنا فاكيها المعروفة هي البلو بيري أو التوت البري أو الأزرق والبلاك بيري التوت الأسود والفرومبوز اللي هو التوت الأحمر وعدنا هنا حليب مجمد في الفريقو بطبيعة الحل والعسل ألوغ هنا يا طريقة سهلة كنشد هاد الحليب كنديرو في المولينكس وكنطحن مع هادوك الفواكي مزيان ولا سل ألوغ بالنسبة لهاد الفواكي هادو أرى فوائد ديالهم كتير لا تعدو ولا تحصوا من أهمها الفيتامين سين اللي محتاجوا الدات ديالنا هو مضاد الأكسادة ومزيان حتى أنه كيحفظ لنا حتى على النظارة ديال البشرة ديالنا يعني هاد الحويج اللي احنا كنكونوا محتاجين هون في هذا رمضان هادو الدروري خاصنا مرة مرة ندخلوا بحال هاد الفواكي المفيدة يعني بحال هاد العصير هادو اللي متكامل وصحي وغيفيد بزاف الدات ديالنا وحتى اللي إذا تصغر كيعجبهم رصراحة كيجي رائع جيد لنا ما عاديش يعني يمنعش بزاف و بزاف كيف هي أنكم إلا درتو غير مرة فيش حال راه غد يفيدكم إن شاء الله كيما كتشوفو خلط العناصير كاملها وضروري هادك الحليب يكون مجمن فالفريقو كنتحلم زيان هادوك العناصير كاملها وكنحصل على هاد العصير المنعيش اللي ديروه في الفطور مرة الفطور يعني حتى تفطروا كيجي رائع يعني غيفيدكم غيفيد الصحة ديالكم بزاف كنت تبدل الفيديو تعليوها إلا الإعجاب ديالكم وبتساوش تخليوا لي تعليق في هاد الفيديو اللي جربت هاد العصير وتخليوا لي اشتراك في القناة وخليتلكم براحة براحة إن شاء الله في فيديو آخر بس لابعليكم